أي أخبار أي أنبى أي حديث عن وجود ووصول عراقيين ينتمون إلى جماعات مسلحة والحشد ورائحة والآخر هذا كلام كذب وصحيح كل شخص يقول العراقيين جايين للقتال وذول حشد وذول ميليشيات خل ينطيني صورة شخص واحد إذا ما يكون سهران بجونيا وكسليك ومعاملتين ومحلاتين هذا الكلام معين إحنا عدنا 27 ألف طالب عراقي يتعلم في الجامعات اللبنانية ذول حشد شعبي إحنا عدنا 800 ألف عراقي يأتون سنوين إلى لبنان للعلاج في المستشفيات ذول حشد شعبي الخوف اللبناني والإنسياق اللبناني الإنسياق الحزب اللبناني الفئو اللبناني الطائف اللبناني المذهب اللبناني إلى طرف على حساب طرف جعل البعض أولا يهاجم النفط العراقي إلى لبنان أنتوا اللبنانيين تتخانؤون بيناتكم باللهجة اللبنانية وينقلب الصحر على الساحر لأنهم لا تحبون بلدكم للأسف هؤلاء العناصر إذا أرادوا التدرب فليتدربوا في سوريا ويمكن روحوا إلى سوريا سوريا أكثر من فلاتا لا قيت ولا شرط ما بدنا مصار من لبنان النفط مقابل الخدمات وهذه الخدمات حتى هذه اللحظة لم يأخذ منها العراق شيء بالمقابل ولا راح تعرفون شو راح يقدم لبنان للعراق لأنه لا يستطيع لبنان تقديم شيء للأسف وغردوا العراقيين التفاح مقابل النفط أو التبولة مقابل النفط هذا الشخص أشرف على إعدام بيده عما يقل عن 1800 واحد إذا رادت السلطات اللبنانية إفلاتها من العقاب فهذه فعلا ستؤدي إلى أزمة كبيرة ما بين بلدين أستاذ أمين بحكم وجودك في لبنان صرت تعرف الهواجس والمخاوف الأمنية قبل أي استحقاء لبناني اليوم البعض بيربط هذه الهواجس بمن تحملهم الطائرات على الخط بين لبنان والعراق إذا نسأل اليوم مين عم يجي من العراق إلى لبنان تحية لك وتحية لكادركم وفريقكم وكل من يتابع هذا الموقع بطبيعة الحال العراق البلد الذي تأخر كثيرا حتى دخل إلى لبنان بالطريقة التي كان يجب أن يتعامل بها الأشقاء ويعامل بها الأشقاء العرب لبنان طول عمره كان يرفع الفيزا يعني لا يطالب الإماراتي، السعودي، الكويتي، العربي عامة لا يطالبه بفيزا جاء هذا القرار المتأخر ونقولون أن تأتي متأخر خير من عدم الوصول العراق هو البلد الوحيد الذي وقف مع لبنان في هذه الأزمات ووقف دون قيد أو شرط بل لم يأخذ من لبنان حتى هذه اللحظة سنة واحدة مقابل الهبات النفطية اللي هي عبارة عن مليون طن وكررت وجددت إلى مليون طن آخر مفروض يبلش في الأيام المقبلة وسنتحدث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالطائرات العراقيين طول عمرهم من الـ 2016 وأنا أتواصل مع كل أقطاب الطيف اللبناني سواء كانوا في وزارة السياحة وسواء كانوا في الأمن العام أو حتى في وزارة الصحة والعراقيون يطوفون إلى لبنان بمئات الآلاف النسب موجودة مثلا ذات مرة أخبرني الوزير السابق كان حين هو وزير سياحة سيد أبا ديسك دنيان يقول لو لا سائح العراقي نحن في مأزق تعرف الضغط على سائح العربي في مشاكل معينة أن الدول العربية خليجية بسبب أزمات معينة أزمة قرداحي جورج قرداحي منعت رعاياها من التوجه إلى لبنان أو يفتعلون أزمة أمنية ويقولون لا تتوجهن وإلى آخره لكن واقع الحال لم يتعرض سائح أجنبي في لبنان إلى ضربة كف لا عراقي ولا خليجي ولا أوروبي ولا أمريكي ولا أجنبي لآخره فهذا ضغط سياحة العراقي لن ولن يترك لبنان أبدا السياحة في لبنان بالنسبة للعراقيين تقسم إلى أقسام في السياحة الطبيعية العادية اللي يروحون على جعيته وعلى حريصه وعلى جبيل وإلى آخره مناطق السياحة وهذه موجودة من الخمسينيات والستينيات والسياحة الأخرى هي السياحة الاستشفائية كل مستشفيات لبنان القطاع الخاص لا أقصد المستشفيات الحكومية لأن المستشفيات الحكومية اللبناني ما يوثق فيها أحياناً كل مستشفيات لبنان القطاع الخاص المستشفيات الأهلية قوامها وتقوم على السائح العراقي السائح اللي جاي للعلاج بل هناك كوادر طبية من هذه المستشفيات الآن أخذت تذهب إلى العراق لمعالجة العراقيين حتى يوفرون عليهم الفندق والآخرين والقضية أصبح قضية تجارية أما ما يثار ويحكى عن وجود عناصر حشيد وسائل المقاومة هذا كان السؤال العراقي يجي إلى لبنان يا سيد الكريم لسببين أساسيين في السياحة الاعتيادية اللي يروح يصهر ويروح على مناطق المسابع والبحر ويعني الحياة الطبيعية السياحة في لبنان وهذه ما موجودة ما متوفرة في العراق يعني إلى حد ما لأنه لا يستطيع الذهاب إلى دول لا يفهم لكنتها ما يقدر يروح إلى تركيا ما فيها الجو اللي موجود في لبنان وليس بإستطاعته الذهاب إلى إيران ما فيها يعني لأنه كذلك اللهجة مختلفة الأردن لا يوجد فيه هذا الانفتاح مثل ما موجود في لبنان رغم أنه الأردن مستقرة يعني فيها كهرباء وفيها الآخر فيقصد لبنان لأسباب كثيرة يعتقد أن الانهيار المالي للعملة والآخر يساعد لكن الأمور ما زالت نفس الشيء أي أخبار أي أنباء أي حديث عن وجود ووصول عراقيين ينتمون إلى جماعات مسلحة والحشد ورعي حر والآخر هذا كلام كذب وصحيح ولو أردفرض يقولون فرض المحال ليس بمحال ولو فرضنا أنا ذلك صحيح سأكون أنا أول من يتحدث ويكتب عنه لماذا برأيك يتم إثارة هذا الموضوع اليوم بالوسائل الإعلانية وصارت أكثر من مرة وشكلت نوع من المخيف عن الجزء من اللبنانية الخوف اللبناني والإنسياق اللبناني الإنسياق الحزب اللبناني الفئو اللبناني الطائف اللبناني المذهب اللبناني إلى طرف على حساب طرف جعل البعض أولا يهاجم النفط العراقي إلى لبنان يعني في قسم يريد النفط يأتي من غير دولة أو في قسم يريد لبنان يرضخ يبقى في هذا الضغط تحت العقوبات قسم ارتباطاته السياسية في المنطق والآخرين مبسوط من هذا الانهيار الكبير لأنه عنده مآرب معينة اسقاط نظام اسقاط حكومة هو انسحب من المشهد هذه صراعات الكبيرة الضغط في هذا الاتجاه على العراقي وعلى الوجود العراقي تصور حتى البعض تمادى إلى درجة أن يقول أن النفط العراقي سيكون مقابل التفاح لبنانيين مسؤولين وهذه التفصيلة فيه إساءة للمساعدة العراقية العراق عندما ساعد لبنان ساعد الدولة للدولة يعني احنا ما قلنا هذا الكيبل اللي مر فيه الكهرباء لشريط يروح إلى منطقة شيعية أو درزية أو مسيحية أو سنية حزبية تابعة للطرف الفرن نحن نتعامل دولة مع دولة هذا النفط العراقي هبة لكل لبنان ومع هذا تجد فريق ينع وسائل الإعلام من تسليط الضوء على هذا الموضوع يعني أحيانا تجي البواخر العراقية توصل إلى دير عمار وتوصل إلى معمل الزهراني لا توجد وسيلة إعلام واحدة لتغطي ذلك لا توجد وسيلة إعلام لبنانية محلية واحدة لتغطي ذلك فرطت على وسائل الإعلام وعلى وزير الطاقس مع كلامي مع الوزير فياض في أول يوم ثاني يوم إلى تسنمه أنه لازم نغطي هذا الموضوع وهذا النفط العراقي واصل لنا بالفعل طلع رئيس الوزراء وحكومة السلوعمال ميقاتي وصرح وقال أنه لو لا النفط العراقي لدخل لبنان إلى العتمة وكذلك العتمة وكذلك صرح الواعب باس إبراهيم أنه نفط العراقي لو لا النفط العراقي لدخل لبنان إلى العتمة هذه التصريحات إذا بدك كسرت نوع من التردد كان عند الدولة العراقية أنه ما ترجع تجدد هذه الألهبة أو هذه الأنو سيادة العراق لا ينتظر شكر ولا ينتظر تصريح بس بنفس الوقت أنا كعراقي ونحن كعراقيين في العراق ننظر إلى طريقة منصفة في التعاطي كل شخص يقول العراقيين جايين للقتال وذول حشد وذول ميليشيات خلي ينطيني صورة شخص واحد إذا ما يكون سهران بجونيا وكسليكو معاملتين ومحلاتين هذا الكلام عيد هذا الكلام عيد اليوم هيدا التساهل يعني اليوم نعرف نحن الحدود مثلا مع لبنان والسوريا أوكي مشكل يوم يفوت عناصر إرهي في حدود عراق مع سوريا ليه شي جعله لبنان حتى يروح على سوريا الحدود مفتوحة حدث العاقل بما لا يعقل فأنصدقه فلا عقله له لا يوجد عراق يجيب الطائرة وهذا الخرق الكبير بالطائرات لأنه قاسم سليماني وبمهد المهندس تم اختيارهم بعد ما نزلوهم من الطائرة بينما أنت عندك حدود برية مفتوحة بين العراق وبين سوريا البارحة هنا عندنا تعرض من قبل الدواعش قتلوا أولادنا دخلوا من الأراضي السورية العراق إذا عنده مشكلة مع طرف مع طائفة أنا أردمشي بهذه النظرية نظرية المؤامرة إذا عنده مشكلة مع فئة مع طرف مع طائفة مع حزب إلى آخره لماذا يجي مطاه رهت؟ لماذا ينطر ترفع عنا البزير ويحي عبروا من الحدود وينفذ اللي يريدها؟ يعني اليوم أنت ما بتشوف أنه تساهل بالتأشيرات اليوم اللي نعطت للعراقيين؟ آخر بلد منحوه هذه السماء آخر بلد رفعوا عنه وهذا الحضر هو العراق رغم أن العراق تحدث عن الوزير أبا ذيسكي دنيان وتحدث عن وزير جميل جباق وحسن حمد وآخره هم يقولون إحصاءاتهم السياحة والأمن العام والصحة يقولون لو لساح العراقي لدخل لبنان في نفق معتم مش لولا نفط العراق انتبه احنا عندنا 27 ألف طالب عراقي يتعلم في جامعات اللبنانية ذو الحشد شعبي احنا عندنا 800 ألف عراقي يتعلم سنوين إلى لبنان للعلاج في المستشفيات ذو الحشد شعبي في مشكلة عند اللبنانيين خلافاتهم السياسية مثل الخلاف الأخير بين محطتين فضائيتين على خلفية المطابع هاجموا لبنان والعراق اليوم قرر أن لا يطبع الكتب في الخارج أنتوا اللبنانيين تتخانؤون بيناتكم باللهجة اللبنانية وينقلب السحر على الساحر لأنهم متحبون بلدكم للأسف لا أتحدث بالمجميل متحبون بلدكم العراق أنا كنت في الاتفاق الأول وكنت بمعية اللواء عباس إبراهيم وسيد لمو غجر وأرور فغاني العراق لم يشترط على لبنان شرطا واحدا فقط شرط قال يجب أن تتعاقدوا مع شركات تكرر هذا لزيت الوقود النفط العراقي غير خاضع للعقوبات الأمريكية لأننا دولة شفنا المشهد الأخير بالعراق التوترات التي صارت على السحر العراقية اليوم البعض إذا بدي أحكي عن التخوفات الأمنية في لبنان يقول ممكن سيناريو العراق التي شفناه لعدد ساعات يتكرر في لبنان كمان عرقالية تشكيل حكومي بالعراق عرقان أو لبنان مية مية لماذا برأيك في ترابط دائما بين المشهدين اللبناني والعراقي سؤال جدا مهم أنا سألت شخص مسؤول عن ملف الأمني في لبنان عن هذا التخوف اللي كل ما صار في مشكلة في العراق قلبت إلى لبنان والعكس الشارع في لبنان يعني مرتبط بالأطراف السياسية المتصارعة والمتنازعة هناك اتفاق سياسي لبناني إنه إذا نزل الشارع إحنا ننزل الشارع ولهذا ممنوع أحد ينزل للشارع ممنوع أحد يحتكم للشارع بهذا الموضوع ارتاح وما رح يصبح عندكم مشكلة إحنا بالعراق الإنفلات أدى إلى أن ينزل طرف مقابل طرف في لبنان إذا نزل الشارع مقابل الشارع يعني ما تنتهي والعراق كذلك ما تنتهي في لبنان في قرار سياسي في العراق لا يوجد قرار سياسي في العراق يوجد قرار إلى أنه شارع عند زي المقابل شارع بعد مفشته يعني فيه انسداد لكن الحكومات إذا تقول أن هذه الحكومة مرتبطة بهذه الحكومة أو البعض يقول هناك سلة واحدة للإتيان بحكومة معينة يتم توافق عليها لسيما بعد تسريبات اليوم أن حزب الله يتوسط ما بين الرابعة وما بين ميقاتي لحل هذه المشكلة ونزع الفتيل والتسويات لأول مرة في تاريخ الحكومات العراقية واللبنانية لا يوجد فاعل إقليمي لا يوجد فاعل إقليمي لا يوجد فاعل لا إيراني ولا سوري ولا سعودي لأول مرة في تاريخ تشكيل الحكومات لربما الفاعل واللاعب أبعد من ذلك ممكن فرنسا عندها مونة عندها كلمة هنا وهونيك لكن هذه الحكومات إذا ولدت وإذا أبصرت النور في حكومات راح تكون حكومات محلية حقيقية نعم بأحدى المقابلات اللي أجريتها مع أحد الاستشاريين والخبراء بيقول أنه في الموسم السياحي بلبنان الحالي تم دخول عناصر إلى لبنان تم تدريبهم لإفتعال على المشكلة اللي شفناه بالعراق على السياحة العراقية تحديداً عندك شيء أي معطيات أو مظبوطة هذه المعلومات اللي زودنا فيها هذا الشخص قبل تقولون كلام جرائد شوف عزيزي هو حط لبنان كمطبخ إذا بدك لا اللي صار بالعراق لا غير دقيق هذا الكلام الأمن في لبنان يعني كان في من ثلاثة أيام كان في زيارة للأخ لواء عباس إبراهيم إلى بعلبك إلى بعض المناطق اللي كانت ساخنة وحامية وفي اشتباكات مع الجيش وإلى متجار مخدرات في عملية تسوية كبيرة في الداخل اللبناني يعني البارحة عندكم البنك الدولي وبعض الموفدين حتى يشوفون كيف ممكن يعالجوا في حديث عن العودة الطوعية للنازحين السوريين الملفات الأمنية منضبطة بدرجة جداً كبيرة حتى السيد الأخ معالي وزير الداخلية بسام مولوي فيما يتعلق بقضية تهريب المخدرات والكبتاغون إلى بعض الدول اللي كانت عندها مشكلة مع لبنان الإيقاع الأمني منضبط سفير يطلع يحمل قادفة في أحد المناطق تصدر فيه مذكر مزارة الداخل اللبنانية تعالوا هذا كيف راحوا إلى آخره فكيفما بحديث أصفر لأنه صحافة في صحافة صفراء عن تدريب عناصر وهو إلى ذلك هذا السيناريو جداً غير دقيق وغير منطقي هؤلاء العناصر إذا أرادوا التدرب فليتدربوا في سوريا وممكن رحهم إلى سوريا سوريا أكثر من فلاتن ما في رقابات الأخيرة إذا أردنا نتحدث عن محاور فليش يجعل لبنان؟ لبنان ممكن صحافة ما زالت حتى هذه اللحظة في حرة ما زال الإنتقاد ما زال سقف إعادة من الدولة إلى وضعها على سكة الحديدية موجودة ننتقل إلى موضوع الفيول العراقي اليوم في لغة عن الشحنة الأولى إذا وصلت إلى لبنان أو بعد ما وصلت من المساعدة الثانية من العراق شواندك معطيت عن هذا الموضوع؟ هي المشكلة أن الإعلام دائما الأمر إذا كان إيجابي لا يتحدث عنه لا يذكره مثل ما قلت أن وصول النفط العراقي لا يتحدثون عنه وصل النفط العراقي اللي هو عبارة عن مليون طن إلا مئة وثمانين ألف ناقص مئة وثمانين ألف لا يتحدثون عنه لكنه متبقي مئة وثمانين ألف هذا عم يعمل ضجة في لبنان أنه وين النفط العراقي؟ أنا عاطيك تسعمية وما عرف أديش عاطيك ثمانمية وما عمام مش دقيق بالحسابات لماذا أردتك كتبت عنه؟ لماذا أردتك؟ لا أوجه الكلام لك لماذا أردت وسيلة الإعلامية غطت وصول البواخر العراقي؟ في مئة وثمانين ألف مئة وثمانين ألف طن من أصل المليون طن هذه تخضع للبيروقراطية بيروقراطية الدولة العراقية يعني الدولة العراقية شركة سومون مصدر النفوط هي التي تأخرت المشكلة ليس من الجانب اللبناني تأخرت بسبب مشهد معين كان يعيشه العراق مشهد أمني وتوترات وإلى ما إليه لكن أنا كنت على الطلاع في أدق التفاصيل اللي مرت فيها السيد وليد فياض مع نظيره سيد وزير النفوط في العراق سيد إحسان عبد الجبار نحن على أعتاب زيارة لبنانية من قبل وزير الطاقة ووفد وزارة الطاقة كذلك للذهاب إلى العراق للتوقيع على المليون طن المقبل توقيع على بنود اتفاق المليون طن المقبل اللي صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع وبعد أن صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع وافق على أن تكون الشروط والبنود نفس الشروط السنة الماضية يعني لا قيد ولا شرط لا بدنا مصار من لبنان النفط مقابل الخدمات وهذه الخدمات حتى هذه اللحظة لم يأخذ منها العراق شيء بالمقابل المئة وثمانين ألف طن جاية يعني احنا قلت لك مليون طن بقت مئة وثمانين ألف طن المئة وثمانين ألف طن جاية إذا لم تلك الأسبوع المقبل وأعتقد في غضون عشرة أيام يعني هذا تحديدا المئة وثمانين ألف طن ستكون موجودة في لبنان نعم هناك عدة أسئلة بدفت موحدة أكسيون الخضاة الأمنية حتيت عنها سبب شوي كانت التأخير أنه يوصلوا هذي الأطمام لا سمح الله أذر تفجر الوضع الأمني في العراق ممكن يأثر على هذه المساعدة أن توصل إلى لبنان؟ أبدا أولا لن نذهب في العراق إلى هذا الانفجار والحلول ما زالت موجودة لدى العقلاء البارحة في بيانات متبادلة من الطرفين يعني الطرفان لدان يتسارعان لربما نذهب إلى العقادة البرلمان وتسمية رئيس جمهورية ورئيس وزراء دعوات إلى الحوار ما زالت موجودة وقائمة في العراق الاشتباكة الذي حدث عبارة عن ساعة ساعتين وأدى إلى ما أدى إليه تدخلت به كل الدول وتدخلت به مرجعية النجف متمثلة بسماحة سيد سستاني وثاني يوم طلع السيد مقتدى الصدر ووصف حتى الذين سقطوا بالقتل وطلب من مناصريه الانسحاف في غضون ستين دقيقة إذن الحكمة ما زالت موجودة العقل ما زال موجود الوعي ما زال موجود وبالتالي فيما يتعلق بوصول أو عدم وصول النفط العراقي إلى لبنان شفت كل أطياف وأقطاب الطبقة السياسية العراقية وزعمات الروحية السياسية الرئيس الوزراء في منزله رئيس البرلمان البرلمانين كل العراقيين يجمعون على ضرورة الوقوف مع لبنان شو الصبب؟ بس نتمنى كعراقيين ما بقى حدا يشوه سمعة العراق شو الصبب اليوم تكون العراق هي الدولة الوحيدة في حد لبنان؟ جميل هذا السؤال عندما وقف ناطق باسم الحكومة العراقية وهو زير ثقافة دكتور حسن ناظم في المؤتمر الصحفي وقال نحن شعب مرينا بحصار 13 سنة الحصار اللي كان مفروض من صدام بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية اللي اشتركوا على الشعب العراقي بعد غزو الكويت كان الحصار يقع على الشعب وليس على الطبقة مثلما الآن الجوع وقلة الكهرباء تقع على الشعب وليس على الطبقة متفقين؟ متفقين العراق مر بحصار 13 سنة بعنا في هذه الفترة اللي كنا محاصرين فيها بعنا شبابيك البيوت وبعنا أبواب البيوت حتى بس نقدر ناكل ونشرب ونروح ونكفي بجامعات فقال وزير ثقافة ناطق بسم الحكومة بالعقد الأول أو بالمنحة الأولى أو بالهبة الأولى نحن شعب عانينا الحصار لن نقبل في أن يجوع لبنان أولا هذا بلد شقيق يقول لي رئيس الوزراء سيد الكاظمي في منزله يقول عندما يجلس ماكرون هنا على هذه الكنباية التي أنت جالس عليه حديثي أنا عن لبنان وحديثه عن لبنان عندما يجلس السيسي حديثي عن لبنان وحديثه عن لبنان لا يوجد شريف وإنسان وعاقل يسمح للبنان أن تكون مستشفياته والأولاد والخدج والصغار والنساء والأطفال بلا علاجه بلا دواء وبلا كهرباء أنا جبت طائرة مساعدات طبية إلى لبنان الطحين اللي يجبناه مساعدة للجيش قرابة 3 مليون دولار مساعدة النقابة المحررين ومساعدات نتحدث عنها ومساعدات لا نتحدث عنها المرجعية المتمثلة بسماحة سيد سستاني راحت طرقة البيوت على المسيحين قبل المسلمين بالكارنتينة بعد انفجار مرفع بيروت وكل واحد انططى مصارب إيده من دون ما تجيب وسائل إعلام وتصوير وإعلام إليه مرجعية شيعية اسلامية دينية روحية متل سستاني اللي يشتروا على الكارنتينة قبل ما تروح على الخندق الغميق وزقاق بلاط وإلى ما إليه لأنه بابا الفاتيكان عندما زار سماحة المرجع السستاني وأثناء المغادرة وفي الطائرة في حديث عبر التلفون لأحد الفضائيات قال أنني رأيته نوراً يتحدث عن سستاني والحديث موجود على اليوتيوب بابا الفاتيكان يقول رأيته نوراً الرحمة اللي موجودة عند العراقيين وإن شاء الله يكونوا رحمة بينهم كذلك يعني مش رحمة على الآخرين إذا عممت على المنطقة كلها عشنا بخير وأعيد وأكرر سميلي أن العراق كان يعطي دولة لدولة العراق لا يعطي لا لا أفراد ولا أحزاب ولا تيارات حكينا عن البداء اللي بيطلبها العراق من لبنان من خلال هذا التعاون بملف النفط نحن كاللبنانيين لليوم ما بنعرف شو لبنان بيقدمها العراق كبديل الساعة بيقولوا في مبالغ مليدة تطفع شو بيقولوا خدمات زراعية شو بيقول خدمات صحية شو الدائئ بهالموضوع؟ لا راح تعرفون شو راح يقدم لبنان إلى العراق لأنه لا يستطيع لبنان تقديم شيء للأسف المساعدة العراقية إلى لبنان والهبة أولا جاءت حتى تحاول يعني في طريقة معينة أن تدعم لبنان باتجاه أنه لا تتوقف لا تخرج محطات توليد الطاقة الكهربائية عن خدمة الآن هي خارجة عن خدمة صفر ما ممكن أن يقدمه لبنان هي كانت العلاج السياحة الاستشفائية لما راحنا تفاوضنا مع السادة وزراء الصحة المتعاقبين على هذا الموضوع انصدموا بجدار كونكريتي المستشفيات عندكم في لبنان مستشفيات خاصة وليست حكومية القطاع الحكومي منهارة أصحاب المستشفيات الخاصة هذه الأنانية عند اللبناني أقولوها علينا أصحاب المستشفيات الخاصة sophرارات التعاون مع وزارة الصحة اللبنانية باعتبارها مقطع خاص وبالتالي منفعة لبنان لأنه شري نصحة خدمات صحية هذه الخدمات الصحية تأخذها المستشفيات الأهلية اللبنانية من مصرف- لبنان اللي يرى لبنانية няя حكومية على سعر الصرف مش على السعر الصرف شخصيuiernية تسألني لماذا بأن البيان هم اشدوا لهذا يق genuinely كانت عن السرحة уют لهم اللبنان إذا يدخل على مستشفى من هذه المستشفيات بالحمرة وغير الحمرة إذا يدفع ألف دولار على عملية هم يأخذون من العراقي عشرة ألاف دولار لا توجد رقابة فبالتالي هذا بيزنس هذه التجارة غير ذلك في موضوع آخر موضوع المطابع أنه ممكن أن تتم عادة أو تتم طباعة الكتب المدرسي العراقي في لبنان في فريقين عدكم عدكم مشاكل تاريخية تخانوا مع بعضاً على الهواء بالعلام والآخر يقرر العراق أنه لا يطبع الكتب بره كمان هذا الموضوع تيرتوم من لبنان المسألة الثالثة قضية الزراعة كان ممكن العراق يستفيد من لبنان يعني منتجات زراعية أو منتجات صناعية في الصناعة الاستشفائية والآخرية لكن في الزراعة يطلع حداً مسؤول جمعية المزارعين يقول إحنا رح نبعث للعراق تفاح مقابل النفط وغردوا العراقيين التفاح مقابل النفط أو التبولة مقابل النفط هذه الإساءة للمشهد اللبناني من قبل اللبنانيين تخلي العراقين يومياً يكتبون يقولون الشعب ما يحترمك ليش تنطيهم المشكلة مش طبق عفوة المشكلة مش بالطبقة السياسية فقط مشكلة بالناس في هذه الصحافة الصفراء العراقين جايين على شنو العراقي جايين شيري يقاتل بالبنان شيري يتسوي إحنا بلدنا في بلدنا العراق عندما صدرت فتوى الواجب الكفائي والحشد وإلمالي في جماعة قتل جايين علينا قتل جايين من طرابلس بالأسماء وجايين من سوريا وجايين من الصومال وجايين من المغرب وجايين من ما عرف وين من كل الدنيا لا توجد دولة لم ترسل الانتحاريين والفتاوى التكثيرية وقاتلناهم دافعنا عن أرضنا وعن عوائلنا الشيعة من المناطق الجنوبية راح يقاتل في المناطق المسيحية لأجل الكلدان والآشورين بالموصل وكرمان المناطق السنية واختلط الدم بالدم لأن هذا اللي ينفجر عليك بالسوق لا يميز أن تعقق من أي طائف ومن أي دين ومن أي متهب اللي أتمنى وهذه رسالة من خلالكم اللبنانين يحبون بعضهم عند زملاء في المكتب كلهم لبنانين أنا مديرهم العراق الوحيد ومن مختلف الطواف ومن مختلف المناطق لما بيتخانوا على مشكلة بقلوا انذكروا دائما انتم ابناء بلد واحد لما بالغربة تكونوا موجودين مع بعض ما بتسأل هلأ للأسف صارت أنت من وين وانت يعني قديمة بس عم تتكرر عم تنعاتي بوصل معك على السؤال الأخير عن قريب الرئيس صدام حسين اللي تم توقيفه في لبنان عمضالة السبعاوي هيدا القضية اليوم وين هلأ لبنان رح يسلم هنا الموقوف للعراق ممكن تتفاقم أكتر القضية وتسبب أزمة بين لبنان و العراق هذا الموقوف لدى السلطات اللبنانية فيه مذكرة جلب انتربول حمراء وهو مشترك باعترافات في داخل العراق وخارج العراق بمتزرة راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شاب أعزل كان في كلية عسكرية كان يتدرب حتى ما عنده سلاح بعدهم صغار في السن اختطفوهم أخرجوهم من هذه القاعدة العسكرية اللي اسمها سبايكر تحت عنوان أنه احنا راح نسفركم إلى أهلكم وهذا الشخص أشرف على إعدام بيده عما يقل عن 1800 وهو من عائلة مجرمة تاريخيا معروفة بالدموية والمقابر الجماعية وضرب الناس بالكيمياوي هذا إذا كان بري فليذهب للدولة العراقي للقضاء العراقي لأنه العراق ولبنان موقعين على مذكرات تبادل المطلوبين أما إذا رادت السلطات اللبنانية إفلات من العقاب فهذه فعلا ستؤدي إلى أزمة كبيرة ما بين البلدين لأنه لبنان حتى هذه اللحظة يخرجون في تظاهرات الشباب يقولون عدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالمرفأ في ناس الطالب عن مصير المخطوفين اللي ما زالوا حتى اللحظة من الحرب الأهلية ما عارفين مصيرهم فكيف يقبل للبناني قاضي وغير قاضي ناشط وغير ناشط أنه يسيس هذا الموضوع يقول هذا موضوع سياسي وهذا في جنبة يعني جنبة طائفية سياسية راحت فيها أرواح الناس باعترافات وبمذكرات إلقاء قبض وإلا لم يقف بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر